وراحيك بصت لها بفرحة زي الغريء اللي متعلق بأشياء وقالت بتتكلمي جد يا جوري يعني تفتكر لسه سايبين بابا بياخد علاجه في المستشفى اوه ان شاء الله ما تزنش هيئزوه وهم اصلا السبب في تزييف التحليل مش انتي بس السؤال اللي كلنا بنسألوا لنفسنا اللي عملوا كده ويجاسر حس ان الجوة مبقاش تمامة على الكل فقال علشان ينهي الكلام نتكلم في الموضوع ده بعدين جوري خد راحيك عشان تنم معك في قطك وورد هخليها تنم مع ماما في قطتها وقام من مكانه وراح نحية قطه وورد كانت وقفة في البلقونة ومتضيق فقال ممكن اعرف قمتي ليه وما سمعتش باقية حكاية زهرة ما يهمنيش متأكدة متعيز ايا جاسر سبني في حالي بقى ماشي يا ورد نكمل كلامنا وقت تاني بس ساعتها اللي هقوله واللي هيمشي انا جيت علشان اقولك تنم مع ماما علشان راحيك هتنم مع جوري تصبح على خير يا يا ورد ورد فضلت شوية في البلقونة وبعد كده راحي تنم مع فريدة وفي اليوم التاني راحيك سلمت على الكل وشقرتهم على حسن ضيافتهم لها ومعملتهم الطيبة ومشت مع جاسر وراحوا عند القطر ويركبت في الكرسي اللي اصاده وهو كان حريص ان اللي يعقى جنبها بنت مش راجل فهي اعجبت بالجزئية دي في شخصيته وفضلوا طول الطريق ساكتين وهو كان متأكد انها كانت قلقانة على والدها فاحترم ده وسكت ومرضيش يفتح اي حوار ووصلوا القاهرة ويركبوا بعدها موصلة تانية وبعد ما جاسر وقفها قدام المستشفى قال اهو يا ستة ده مكان المستشفى يلا نزلي بقى تطميني على والدك انت عرفت مكان المستشفى ازاي انت قلت انهم دخلوا والدك للمستشفى الخاصة بيهم وما فيش حد هنا ما يعرفش مستشفى المنشاوي ماشي تشكر يا استس جاسر تقبتك معي مش عارف اودي جميلة كفين اتفضل انت اروح شوف مصلحتك علشان ما عطلقش تحب اعدي عليك بعد ما خلص شغل لا لا ما تشغلش بالك انا هتطمن على ابويا وهروح على طول وهي كان عارف انها مش معها فلوس فمدي ايده في جيبه واتطلع في السؤال اه اتفضلي خدي دول علشان تعرف اتروحي لا لا انا هتصرف هتشكر يا استس جاسر علشان خطري خديهم انت كده بتعمل فرق ما بيننا احنا تقريبا بقنا اهل خلاص ولا ايه ايه طبعا انا حبيتكم جدا والله تمام ابقى تسمع الكلام وتاخد الفلوس دي وكمان الورقة دي فها عنوان بيتنا الجديد هنا في القاهرة هننقل ليه خلال اسبوع باذن الله اتمنى شوفك اصدي نشوفك ان شاء الله فامان الله يا استس جاسر مع السلامة يا زهرة ويلفت زهرة وشها علشان تدخل فالجاسر ندع لها وقال زهرة ممكن اعرف عنوان بيتك ده بس علشان اتطمن على والدك ده لو مش عندك منع يعني وابتسم وبعد كده قالت له عنوان بيتها ومشيت وهو فضل واقف لحد ما اختفت من قداماني وبعدها مش هو كمان وراكبت الأسانسير وبعدها طلعت على القوضة اللي فيها ابوها بشوق كبير فكان كل توهمها ان منصور مش ابوها وبسهولة هي سديت علشان كده بابها صعوب عليها واتفجأت بحارس وايف قدام باب القوضة وبيمنعها انها تدخل هو ايه اللي ممنوع انت كمان ده ابويا اللي جوه وعايز اشوفه برضو ممنوع بقولك ايه انا على اخري اباد عنوشي وخلينا اتطمن على ابويا قلتلك ممنوع فتضل من هنا بدل من قديلك الامن يخرجك برا المستشفى خالص هو في ايه هو انت علقت على كلمة ممنوع جتكني لانت كمان عملنا ايه بالوقت يا ربي وبليل كنت واقفة في البلقونة وعمال افتكر لما كنت عندي ايل الجاسر قد ايه كانت ايلة طيبة ومتحبة جدا وحب القعدة معهم وفجأة شفت جنبي ضل على هيئة راجل فاتخضيت وكنت هقع فاسمعته بيقول ما تخافش كده دانا زين انت ازاي تدخل علي بالشكل ده انت انسان مش محترم لمي لسانك يا رحيق بدل ما اقطعه لك جت قطعي ايدك ورجلك انا قلت لك انهاجي هنا على شرط انكم تكونوا ملتزمين حدودكم معايا لكن الظاهر انك مش هتعمل حاجة من اللي انا قلتها يبقى مش هاعد هنا ولا ثانية واحدة وهتروحي فين بقى ان شاء الله هرجع بيتي ما يشرفنيش ان نفضل هنا اه قصدك الشقة اللي انا اشترتها خلاص هي والمخسلة تب تقول ايه اشترتهم تب وانا هروح فين انت مش هتبقى محتاجة لهم خالص انت هتفضل هنا مكانك في الفيلا انت عايزين مني ايه حرم عليكم كان يوم وحش قوي يوم مخطط برجل هنا انا اللي غلطانة اللي بيحصل ده بسبب انا هو كده فعلا سيبني في حال الله لا يسيقك انا واحدة غلبانة وعايزة عيش في حال الله يبريك له ما تبطلي بقى اسلوب الحواردة وتتكلم كده عدل عايز نتكلم ازاي زين باشا عايز ناسي براجل غريب داخل قطي من غير استئذان هو ده الاسلوب اللي انت بتحبوه اسمع هيكون في معلومك انا عندي انم في الشارع ولاني اسمح لواحد زيك يخلي حدي يتكلم في حق نص كلمة انا ابو يا ربني كويس وعمري ما يخون ثقة دي عن اذنك وامل اللي انت عايز تعمله ابو يا ربنا يتولب رحمته وكان مبسوط باللي انا قلته واني بنت محافظة على نفسها لأقصى درجة وقال استني يا مجنونة رايحة فين اروح مطرح مروح بقى ملكش دعو بي ويوقف قدامي بسرعة وبصلي بنظرة مخيفة وقال قلتلك ان ده بقى بيتك وما فيش خروج من هنا فهمتي ولا تحب فهمك بطريقتي ورجعت الورا وخفت وقلت وانا بعيد هرمالي هرماليك ستني في حالي اهدي يا رحيق انا مش هأزيك صدقيني انا عايزك تتعاملي معانا هنا عادي كأنه بيتك بالزبط ما ينفعش ما ينفعش يا زنباشا صدقني يوه انا زهيت من دماغك النشفة دي انت هتنزل يا رحيق عندك الدولابة هو مليان هدوم ليك اختاري ليعجبك وعشر دقايق وليك تحت معانا وده اخر كلام عندي واتمنى ما تعنديش يا رحيق احسن لي وبعدها سبني ومشى وبعد شوية جيت الشغالة وقالت انسى رحيق زنباشا بيستعجل حضرتك في النزول هو بيقولك انهم منتظرينك تحت قولي له مش نزلة واني مش خايفة منه ابدا وبعد كده قررت ان انا استجمع قوتي وشجعتي وقلهم كلهم على الحقيقة والشغالة قالت لزين بتقول انها مش نزلة يا بي وزين زال وقال سيف مش هينفع كده رحيق لازم تعرف كل حاجة حاولت اخصب عليها وخوفها لكن الظاهر فعلا ان عمي منصوم ربيها كويس عمرها ما هتوافق تفضل معنا هنا وهي ما تعرفش اننا عائلتها الحقيقة دي ممكن تحاول تهرب في لحظة تهرب للدرجة دي ايوا يا سيف انت لازم تطلع تقول لها الحقيقة تقول لها انك اخوها فعلا وانك ابن منصور ولو طلع بابا حكالها حاجة دي ممكن ترفض اكتر وتسيب الفيلا مش هينفع تعرف حاجة خالص غير لما بابا منصور يقوم بالسلامة وساعتها بقى تتحل كل الامور وكنت خلص نزده على السلم واسمعت اخر كلمة سيف قالها بيقول ان اخته هو ابن منصور يعني سيف اخوي بحبه حقيق دلوقتي بس عرفت لي بابا الاسميل تلمينشاو وكانه يقول اكتر بس اوه معلي وقته اكيد كان عايز يقول لنا يلتل منشاو تقرب لنا او يقول لي عنصف اخوي بس اخوي ازاي ولي عايش بايد عني وانا عرفش عنه حاج لما حدش نعايز يقول لي الحقيق اللي لما بابا يفوق حاجة عقب او بس الحمد لله اني سيف طلع اخوي بقد انا حبيت وحبيت دم الخفيفة والادما ميت شباش منها ابد انا هنزل وهاود معه ولك اني سمات حاجة وانزلت واول ما سيف شافني قال بفرحة رحيق واتكلمت بهدوء وكايني ما سمعتش حاجة انا نزلت زي ما حضرتك طلبت يا زين باشا وزين ويسيف بصوا البعض وبعدها زين قال رحيق تقدر تقولي لي زين وبس زي ما تحب ويسيف قال رحيق تعالي عوري جنبي هنا رحت وقعدت جنبه فزين استغرب انا لي وفقت بالسهولة كده فسيف فرح ونادى على الشغالة حضري العشاء بسرعة ممكن تتعشي معنا رحيك من فضلك ممكن وعلى الصفرة زين همس لي وقال شايفك ايه انا غيرت رأيك ونزلتي تقعد معنا ايه وكمان بتتعشي مش زل انت طلبته مني وحذرتني ان اسمع كلامك اه تمام تمام خليك على كده اللي تشوفه يا زين باشا قصدي يا زين وزين لاحظ اني بتكلم مع سيف عادي وبكل اريحية لكن معه هو بركب له الوش الخشب فاضغز مني قوي ويسيف افتقر لما راح للبيت وملقنيش وقال رحيق انت كنت فين مبارح احنا دورنا عليك في كل مكان حتى في البيت وما كنتش موجودة وما ارضتش اقول لهم الحقيقة اني ركبت الاطر بالغلط ورحت بلد غريبة وقلت كنت عندي نسارفهم وعادت معهم الله صحيح من الراجل اللي اسمه متولده اعايز منك ايه كلامه كنا معجبنيش وما ارتحتلوش خالص كان عايز يجوزني عرض علي انه يتكفل بعملية بابا بشرط انه يتجوزني نعم ده باين على عايز يتربى من اول وجداد ها 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 وما وفقتش ليه بصراحة كان عرضه مغري جدا ولا يق عليك انت بتقول ايه زين دوقتي هزرك البيخ ده وانا اتغسط من ردي زين وقمت وقلت انا اي ممشي معك حق ايه زين ياريتني كنت وفقت هو على الاقل كان جواز حلال احسن من قعدتي هنا مع اتنين شباب اغراب ما يقربوا ليش حاجة ويسيف زايل وقال رحيق استني بس سيف من فضلك انا عايزة ارجع بيتي قل صاحبك يرجع لي شقتي علشان ارجعت فيها كل منك يا زين ما هي كانت قاعدة كان لازم هزرك البيخ ده رحيق من فضلك بطلي كلامك ده مش مليون مرة هقولك ان ده بقى بيتك وانك مش غريبة هنا ازاي اللي هو ازاي ممكن تقولي وزين توتر هو معرفش يرد ويفجأة كامل جاه وقال بهدوق رحيق ممكن تأجيل اي اسئلة لحد ما والدك يقوم بالسلامة وساعتها هنجوبك عن كل اسئلتك اللي تشوفه حضرتك ممكن اعطف القضى فوق اتفضلي خد رحتك واتلات قدتي وبعدها كامل قعد على الكنبة بزعل وقال صعبان علي يا اختك دي يا سيف زمانها عايشة في صراع نفسي دلوقتي ربنا يقوم منصور بالسلامة ويوافق يسمعني ويسمحني هيقوم بإذن الله يا عمي وهيسمعك وان شاء الله الامور كلها تتصلح والمية ترجع لمجريها تاني وما كنت اشتلاته لسه واسمعت اللي قاله كامل وقدرت اتأكد ان فعلا بنت العيلة دي وبعد كم يوم عائل الجاسر نقله هنا في القاهرة بعد ما استقروا خلاص وجاسر قال لي وارد هي وارد هاخدك ونروح امتى زبطنا كل امورنا هنا وما بقلكش حجة خلاص معلش يا جاسر سيبني يومين كمان انا لسه مش مستعد يومين بس يا شهد احنا لازم ناخد الخطوة دي لازم تكوني عارفة ده حضر يا جاسر يومين بس طب اعمل حسابك انت وجوري هتنزل الجامعة من اول بكرة تمام وبصت له بارتباك فقال ما تحلميش ما فيش اجهزات خالص يومين جاسر مش عارف انت بتحب الدراسة والجامعة في ايه دي مو ملة اوي وفي اليوم التاني في الجامعة وارد كانت ماسكا الموبايل وبتكلم جوري ايوة يا جوري انا خلاص خلصت وقالك حالا يا بنتي والله لسه خرجة من المحاضرة خلاص بقى انا في الطريقة ها اقافيلي عند البوابة الخارجية وانا هاجلك هناك ولما خلصت المكالمة ويجي تمشي خبط تفسيف انا اسف قوي ايه ده هي فين الكتب اللي قاعت منك دي نعم كتب ايه هو دايما لما اي اتنان يخبطوا في بعض بتلاقي الكتب واعت بالبنت فانا مش لقى اي كتب واعت منك علشان اساعدك في لماها اه عرفت انت الظاهر بتقري بدي اف وارد دحكت وبعدين كشرت انت بتقول ايه يا استاذ انت وربنا شفت الابتسامة في عينك بس انت بتحاول تخفيها اوف لا الظاهر انت عايز تهزر وانا مش فضيالك عن اذنك غريبة انا ليه عندي احساسي ان شفتها قبل كده وعندي جوري نفخة بدي كل دا يا زفتة سيباني ملطوها في الشمس المفروض كنت تمشي واسيبك اصلا يا بنتي والله لسه مخلصة محاضرات اعمل ايه طب مش قدامي خلينا نروح انا تعبت يا رب ما يكونش جاسر لسه رجع هيفضل يفتح لي نفسي وجين هو انا على اخ ليه في حاجة حصلت ابدا ما فيش خبطت وانا جايلك دلوقتي في ابن عمي يا نهر مش فايت وبعدين ايه اللي حصل هو اللي قابلين كان واضح انه ما يعرفنيش وكمان الظاهر كده انه حد لطيف ومرح مش جد وكيب لا والله وايه كمان يا اختي انت بتتكلمي كده لليه اصلا لا حق تعرفت عنه كل ده من مجرد لقاء عابر هو بعدين تعالي هنا خبطت في ازاي اصلا يوه يا جوري كنت ماشيه وبكلمك هو ما انتبهتش وخبطت في من غير مقصود طب يا اختي بعد كده بقى فتحي وانت ماشي ولا جيب لك ان الضارة بتاعتي دي سلف خلاص بقى يا جوري قلت لك ما انتبهتش يا خوفي لو ابي جسر عارف ده هتكون وعيتك سودة هو مين بقى اللي هيقوله ده انا كنت قتلتك لو عملتيها وانا مالي انا ما شفتش حاجة تعجبيني يلا نروح لاني جوعد يا طرفوفو عمللنا ايه النهاردة ويدخل المطبخ لمامته وشمر ايده وقال حبيبتي تحب سعرك لا يا حبيبي ما تتعبش نفسك انا خلاص خلصتي اكل وهطلع الفراخ من الفرد قصد بحت كل الفراخ اللي انا مربعها في بيتنا هنا علشان عارفة ان没事 هعرفة رب تيور هنا وهامسك ايدها وبسها وقال تسلمي لك يا ففا عيشنا وشوفنا فريدة هانم بنت الحسب والنسب بقت بتربط شرع السطح بس يا واد انا مش هانم انا الحمد لله مبسوطة بعيشتنا كده صدق يا جاسر ان رغم عيشتنا دي عندي افضل بكتير من عيشة الفيلال والسرايق هنا بس ومعبوك عرفت السعادة الحقيقة وغمز لها وقال ايوة يا عمي الحبيب من قدك كنت بتحبي يا ففا كلمة بحبه دي قليلا علي ابو كان لي كل حياتي يا جاسر ادري يعودني عن كل اللي حصل عمري ما حسيت اللحظة وانا معه اني وحيدة انا اسف يا ماما اسف اني فكرتك ربنا يرحمه يا رب ويجمعنا بي في الجنة انا عمري ما نسيته علشان تفكرني بي يا ابني انا بس سبتة وصبرة علشان اننفذ وصيت ابوك ابوك وصاني اني مازالش ابدا مهما كان وكن قوية زي ما كنت معه انا بحاول اننفذ وصيته ربنا يبارك لنا في حضرتك يا ماما كنت وهتكون مثال الام المصابرة القوية الا اقول لي يا جاسر ما فيش اخبار عن زهرة يا ابني لا يا امي والله انا كنت عايزة روح اسأل عنهم فحارتهم بس محروج ومش عارف هسأل بالصفة ايه صدق لو قلت لك اني حسن زهرة مش غريبة عني قلبي بيقول اني هتبقى وكانت هتكمل كلامها لكن سمعت خبت على الباب وقالت ده بايني البنات رجع افتح لهم يا جاسر انا هجهز الغدى على الصفرة زمنهم جانين وحاولت استغل عدم وجود حد في الفيلا وقررت ادخل قودي السفة اخوية واتسحبت ومشيت على اطراف سوابي ودخلت القوضة لقيتها قوضة منظمة ومرتبة جدا وروحت على مكتبه وبدور على اي حاجة نتأكد منها انه فعلا نخوها فلقيت ملف مكتوب عليه اسمه كامل سيف منصور فهم المينشاوي الاسم مطابق تمام لاسمي في ريح تقوي انه فعلا ليه اخ واني مش وحيدة وليه حد استعين به وقت حكتي واعتمد عليه وفجأة اسمات صوت خلانا نط من مكاني وكالعادة كانزين اللي دخل القوضة من غير ما نحس وقال بتعملي ايه هنا ايه اللي جابك قوضة صيف ياللي عاملة فيها محترمة وابتزعالي لما بكلمك وانا ارتبكت وما كنتش عايزة وضح له انه عرفت الحقيقة انا 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 كنت امسكني من هدومي زي المتهم وقال انت ايه ممكن اعرف ازاي تدخل القوضة كده من غير السيزان بادي ايه ده كان ده اصلا مش قطك متضايق ليه بت انت اتعدل في الكلام معاي حسلك ممكن اعرف دخل قط الصيف ليه هنا ها وانت مالك هي كانت قطك مش فهما انت حشر نفسك ليه وعا كده سيبني انت يا زفتة مش كنت عاملة فيها مترابية والتعامل بحدود ومش عايزة تختلط بنا ليه دلوقتي لازق السيف ودخل قطه عايز اعرف تقدر تقول لي ايه شكلك غيران علشان بكلمه هو انت لأ غيران انا غير منك انت يا بتاع انت انت الظاهر نسيتي نفسك فعلا روح وبصي لنفسك في المراية الاول وبعدين اتكلمي انا عارفة نفسي كويس اوي الدروي البقى عليك شايف نفسك هو مغرور اوي على ايه مش عارفة انا شايف نفسه مغرور لا ده انت كده تعديت حدودك معايا اوي والظاهر انك عايزة تتقدبي بقولك يا زنباش حل عني كده الله يكرمك وبعد كده وخلينا ارجع قط وامسكني تاني من هدومي وقال تعالي هنا انا لسه ماكملتش كلامي سيب هدومي وياك تاني مرة تقرب مني فاهم ولا لا اسمعي انت ما تعطلش اوامر وإلا قسما بالله هكسر لك دماغك دي لا انت الظاهر الجن انت فعل انت فاكر نفسك ولي امري رحيق ما تحاولش يستفزيني اتنيل ادخل قطك وما ممنوع تخرج منها غير باذني مفهوم ودخل قطه واتفاجئ باللي بيحصل فيها وقال في ايه ملكم صوتكم مسمع لتحر في ايه زين بتزعق اللي رحيق ليه سيف سيف من فضلك خليه بهداني وما يدخلش في اي حاجة خاصة بي ارجوك لا هتدخل انت هنا في بيتي يبقى تدخل فاهمة وبعد كده الكلام معايا يكون باحترام وممنوع تعمل حاجة بدون اذني انت فاهمة ولا لا خلاص بقى يا زين بالراحة شوية عليها مش كده اتفضل روح انت وانا هتكلم مع رحيق اتفضل اروح فين وانت تفضل معايا هنا في قضة واحدة لوحدكم المجنون غيرانا يا رحيق مني ده انا اخوه وهو عارف ده كويس زين في ايه هي كلمة واحدة على قطك يا رحيق معلش يا رحيق اتفضل دلوقتي على قطك دلوقتي ومشيت على قطي ايه يا ابن ايه مشكلتك مالك حاطت نقلك من نقل رحيق ليه بنراح عليها شوية هي مش متعودة على اسلوبك ده يبقى من النهار ده تتعود يا سيف انت عارف طبعه مش هغيره وزين قالها ومشه ويسيف هرش في دماغه وقال لا حول ولا قوة الا بالله دبين عليه تجنن ربنا يكون فعونك يا رحيق ايه ستو لا حد هنا ويا ترى ايه اللي هيحصل بين زين ورحيق وليزين غيرا كده على رحيق ايه سنونا ولا وسل معنا الاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة دومتم فاهمان الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة